السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في درس جديد على قناة استفاهم عام سواء كنت في الخارج أو كنت في المغرب وعندك العائلة في الخارج فرى هذا الفيديو كي يهمك أخي فهنا سوف نهضروا على تحديد جديد وقوانين جمركية صارمة خاصكم ضروري تعرفها باش مطحوش في الغلاط وتمشي لكم السلعة تلكم ولا تصدموا بشي مبالغ فلكية اللي غد خلصوها عليها فاش تبقوا يدخلوها سواء تكونوا جيبينها الاستعمالات الشخصية ولا هدايا ولا كضوات العائلة ديالكم او لا ادوية فجميع هذه المنتجات فهي معنية بهذا تخليص الجمركي وبالتالي ضروري تشوفوا هذا الفيديو باش ان شاء الله تفادوا اي مشكل مع الديوانة والسلعة اللي تجيبوا معكم تدخلها بلا حتى شي مشكل اذا على بركتي الله لكن قبل ما نبدو ما تنسوش اخوتي بارتجيوا هذا الفيديو مع العائلات ديالكم وصحابكم اللي خارج المغرب باش تعمل الفائدة ان شاء الله وباش يستبدو من هاد الفيديو كيف عودتنا للحكومة الجديدة ديالنا فدائما هنالك جديد هاد الايام الاخيرة سواء ان كنتي سائح او مواطن مغربي بغيت دخل المغرب فضروري ترد البال من الشروط الجديدة اللي فرضتها الجمارك على جميع السلع الهدايا والادوية اللي جاية من خارج المغرب والمبلغ ولا الثمن اللي حدته ديوانة هو الفين درهم يعني ميتين اورو وهاد الشي كيعني بلي إلا كنتي جايب معاك شي ريحة ولا تليفون ولا اي سلعة فايت هاد المبلغ فارك غاد يتخلص عليها بمعنى غاد عشر عليها حسب القيمة ديالا كلما كانت القيمة ديالا كتر من الفين درهم إلا وتزاد الثمن اللي غاد خلص عليها وهاد الشي في جميع المعابر الحدودية سواء البرية الجوية وكذلك البحرية وبالنسبة للناس اللي كتنقلوا عبر الطائرات فضروري لاحطوا واحد اللوائح اللي معلقة في المطارات اللي مكتوب فيها بعض السلع اللي مخصكمش دوزوها معاكم والقيمة اللي غاد تفرض عليكم على كل نوع من هاد السلع واللي غريبه صراحة جاني مباشي دخليه العقليه هو انه اي واحد جاي من خارج المغرب فالقرعة ديالا ريحة اخويا مخصاش تعدى الحجم ديالا مية وخمس وعشرين ميلي لتر يعني جبتيش ريحة فيها مية وثلاثين ميلي لتر ولا فيها ميتين ميلي لتر فارها دكشي اللي زايد على مية وخمس وعشرين غاد يتخلص عليها وتاني نقطة خاصة بالناس اللي كيدخنوا اللي عفو علينا وعليهم هو انه اخويا عندك الحق فقط في علبة انتعت السجائر واحدة فالفتي علبة واحدة فضروري غاد يتخلص عليها ولا غاد تضطر انك ترميها وما تدوزهاش معك يعني اخويا اي حاجة كنت كدخلها قبل ما تشوف هذا الفيديو فخص اخويا تعاود فيها النظار حيث تقدر تصدم في شي ضريبة انت ما معولش عليها اما بالنسبة للأدوية اللي غاجيب معاك للمغرب فخصك ضروري تجيب الدواء ديالك فقط يعني اللي كتستعمل انت وهو استعمال شخصي ويكون عندك ورقة ديال الطبيب يعني أوردونانس مخرجوا لك الطبيب باللي فعلا هاد الدواء خاص بك انت وتكون فيه الاسم والنسب ديالك انت واردوا البال الاخوان لان بعض الاطباء مكيدورش تاريخ لهاد الاردونانس ضروري يكون في هاد تاريخ لانه ما غادش تقبل لك ش تاريخ قديم وفي هاد الحالة الى تبقتوا هاد شي كتكونوا معفيين من الضريبة وهاد النقطة الذات جتني صعيبة حتى يش شوية لانها كين اشي ادوية اللي غالية بزاف وكانوا الناس كيجيبوها لعائلته مرخيصة من خارج المغرب وكذلك كين واحد النوع انت على الادوية اللي كتفقد من السوق هنا في المغرب وكيدطروا الناس يجيبوها من خارج المغرب يعني ضروري يشوفوا شي حل الاخر والله يدير شي تاويل ديال الخير وهاد شي صراحة غي اضطر على الجالية ديالنا في الخارج خصوصا ان هاد الناس كيتقتلوا العام كامل وكيجيبوك ضوات العائلات ديالهم اللي احتهم كيكونوا علاقة دلحال خصوصا انه اغلبية انت على الاسر المغربية بنتوسطة الى منعادمة الدخل يعني احتهم امسكن كيتسنوهم العام كامل باش يجيبو لهم هاد الكضوات العبرة على حويجات الوليداتهم وبالتالي هاد القرار صادم وغادي يحبس عليهم هاد العوين اللي كيجيهم من العائلات ديالهم وكخلاص اخوتي هاد الفيديو ندرتوه علاود الجالية ديالنا في خارج المغرب وكذلك علاود الاسدقاء والمتابعين ديالنا اللي يناويني يصفروا ويجيبو معاهم حويجات بحال هذا الاسدقاء اللي كيمشوا مثلا فهدلي وياج اورغانيزي لطوركيا ولا شي دول اخرى بحال مصر وتونس او بعض الدول العربية الاخرى او اللي الاجنبية وكييبغيو يجيبو معاهم شي كضوات فرضو البلخوتي وديروه بحسابه التخليص الجمهوركي باش ما تصدموش في المطار اما فيما يخص الجديد والاسئلة اللي كييجوني يوميا في الحسابة ديالنا في الفيسبوك او لا الواتساب او لا في تعليق ديالكم في يوتيوب فبالنسبة الجديد انتعد ديوانا في المغرب فكيف قلت في الفيديوهات السابقة بالنسبة الناس اللي كيشيروا من علي اكسبرس ولا من خارج المغرب فحاولوا خوتي تاخدوه معا سبيداف بالنسبة اللي معا سبيداف فاراني شرحت في الفيديو اللي بارتاجيت اخر مرة وغادي نحط لكم الرابط دياله في الوصف ديال هاد الفيديو كيفاش يدير انه يختار شحن مع سبيداف باش يتجنب مصاريف اضافية اللي كي يتفرضوا عليك هنا في المغرب اما مع البوستة او لا مع شركة التوصيل الاخرى وبالتالي غا تختاروا نفس الاختيار اللي شرحت لكم سابقا باش ان شاء الله تجي مع سبيداف ما تخلصوا عليها حتاريا وكذلك بالنسبة للبوستة فاراني نقصات 8 من 60 درهم تقريبا دابا ولا تتبدأ من 15 درهم فما فوق كيلي كتجي 15 كيلي 20 كيلي 25 حسب القيمة ديال اي من توجبوا من خارج المغرب ومع ذلك احنا كنت منهم الله وحنا مستمرين كنوصلوا الصوت ديالنا باش يتلغوا هاد الرسوم على هاد الحويج الشخصية اللي كنجيبوهم من خارج المغرب لاناو كيبقوا حويجات شخصية لاستعمالات شخصية ما كانت تجرش فيهم وانتمنى هاد القرار يلقى ادان ساغية وترجع الامور كيف كانت في اللون وكنقطة اخيرة وبالنسبة الاشخاص اللي بغي نضموا معنا لهاد المجموعات اللي كنديروا فيها العروض يوميا كيكل اتمينة ديالات قريبا شبه رمزية خصوصا مع الشراء الجماعي فراني هنخليكم الروابط ديال هاد المجموعات في وصف هاد الفيديو هتلقاوا رابط ديال المجموعات في الفيسبوك ورابط المجموعات ديال الواتساب وكذلك رابط ديال المجموعات في التليجرام بالنسبة للناس اللي ما غديش يقدروا يدخلوا المجموعات تاعت الواتساب فارا كيف كانت تعرفوا الواتساب المجموعات دياله محدودة تقريبا بين مئتين وعشرين ومئتين وطمانتاش العضو يعني إلا كان مئتين وطمانتاش ومئتين وعشرين عضو فارا كتكون مجموعة مكتميلة وحتى لابطي تدخل من الرابط اللي غانحط لك في الوصف ما غديش تقدر تدخل لذلك خويا دخل التحق بين التليجرام ولا الفيسبوك فارا حتى تليجرام كنحطو فيه العروض مباشرة أما الواتساب الفرق اللي كين بينه وبين الفيسبوك وبين تليجرام هو كانت ترقل بعض المواضع وكذلك كانعالجو فيه بعض القضايا اللي كتهم نحنا كزبناء وكمشترين من علي إكسبرس ومن الواقع الأجنبية الأخرى إذن خوتي وصلنا نهاية الفيديو نتمنى الفيديو يعجبكم ديرو جيم وبرتاجوهم على الأصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت خويا أختي هدية أول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا أول بأول اشتركوا في القناة